مشاهدين أسهد الله أوقاتكم بكل خير سيطرع انخفاض تدريجي على درجات الحرارة بإذن الله اعتبارا من يوم الاثنين ويوما بعد يوم تنخفض تدريجيا مشاهدين فاصل ونواصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين والآن نستعرض الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم نبدأ بيوم الأحد يوم الأحد أجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة رسبيا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل ما بين درجة إلى ثلاث درجات في المناطق الشمالية تطراوح العظمى بحدود 33 والصغر 21 المرتفعات الوسطى ما بين 30 إلى 32 العظمى والصغر 18 المرتفعات الجنوبية ما بين 27 معدل عظمى إلى 29 والصغر 17 الأغوار أجواء حارة 38-39 العظمى والصغر بحدود 28-29 درجة مئوية العقب أيضا أجواء حارة 38-28 والبادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 36 إلى 21 والبادية الشرقية أجواء حارة 38 إلى 21 درجة مئوية يوم الأثنين إن شاء الله تبدأ درجات الحرارة بالانقفاض التدريجي يوم الأثنين تكون الأجواء الصيفية عادية تقريبا درجات الحرارة حول معدلاتها تكون أجواء صيفية عادية نهارا لكنها لطيفة ليلا المناطق الشمالية 32-21 المرتفعات الجنوبية 26 إلى 28 والصغر 15 المرتفعات الوسطى ما بين 29 إلى 31 والصغر 17 الأغوار 38 العظمى والصغرى بحدود 28 العقب 38 إلى 26 البادية الجنوبية الشرقية حارة نسبيا إلى صيف عادي 34 إلى 18 والبادية الشرقية أجواء حارة 39 إلى 20 درجة مئوية يوم الثلاثة إنخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين درجاتين إلى ثلث درجات مئوية والأجواء راح تكون يوم الثلاثة معتدل نهارا لطيفة بالليل المرتفعات الشمالية 30 العظمى والصغر 22 المرتفعات الجنوبية 25 إلى 15 والأغوار تقريبا 36-37 العظمى والصغرى بحدود 26 درجة مئوية الأغوار أجواء حارة وبالتالي بتكون العظمى بحدود زي ما حكينا 37-36 والصغرى بحدود 25 العقب أجواء حارة 37-27 البادية الجنوبية الشرقية 31 إلى 19 انخفاض واضح على درجات الحرارة وكذلك في البادية الشرقية انخفاض واضح العظمى 34 والصغرى 20 مع أجواء حارة نسبيا اليوم الأربعاء تبقى الأجواء صيفية معتدلة أثناء النهار وصيفية لطيفة أثناء الليل وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية طبعا مع ظهور بعض السحب المنخفضة في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية العظمى بتكون 30 والصغرى 20 وأيضا هناك فرصة لسقوط بعض الأمطار الخفيفة في أقصى مناطق المملكة لفترات زمنية محددة وأيضا في أماكن محددة المرتفعات الوسطى 26 و16 المرتفعات الجنوبية ما بين 23 و25 العظمى والصغرى بحدود 14 الأغوار انخفاض واضح الحرارة حارة نسبيا 35 إلى 36 والصغرى بحدود 25 العقبة أجوى حارة نسبيا 35 إلى 26 البادية الجنوبية الشرقية 28 إلى 16 والبادية الشرقية 33 إلى 18 درجة مئوية الخميس أيضا استمرار للأجوى المعتدلة واللطيفة بشكل عام وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية مع ظهور السحب المنخفضة خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية وبالذات في المرتفعات الشمالية مع فرصة ضعيفة لسقوط بعض الأمطار لفترات محدودة وفي أماكن محدودة في أقصى شمال المملكة العظمى المتوقعة 29 والصغرى 21 في المرتفعات الشمالية المرتفعات الوسطى بحدود 25 العظمى والصغرى بحدود 16 المرتفعات الجنوبية 22-13 أجوى لطيفة بشكل عام لكنها تميل إلى البرودة أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية العالية الأغوار أجواء حارة نسبية العظمى بحدود مبعدة 35 والصغرى 25 العقبي أيضا 35-26 والبادية الجنوبية الشرقية 29-17 والبادية الشرقية 31-19 درجة مئوية يوم الجمعة القادم ارتفاع قليل وبسيط على درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء بشكل عام معتدل بالنهار لطيفة بالليل المرتفعات الشمالية 30 العظمى والصغرى 21 المرتفعات الوسطى ما بين 26 إلى 28 معدل العظمى ومعدل الصغرى بحدود 16 لكنها تميل إلى البرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر والمرتفعات الجنوبية أيضا أجواء لطيفة بالنهار تميل للبرودة قليلا بالليل خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر والصغرى المتوقعة 13 درجة الأغوار أجواء حارة نسبيا 35 إلى 25 والعقبي أيضا أجواء حارة نسبيا 35 إلى 26 درجة مئوية البادية الجنوبية الشرقية أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل 29 إلى 17 والبادية الشرقية أيضا معتدلة بالنهار لطيفة بالليل 32 إلى 19 درجة مئوية مشاهدينا نتمنى لجميع أوقات سعيدة شكرا للمتابعة ولكم أجمل تحية من طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة